موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تعقد منذ عام 2013 في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات تأتي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام ويحرص الرئيس السيسي خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموية وذلك في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم وتعد مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات الأكبر على مدار السنوات الماضية بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراصخة بين مصر والإمارات وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج الرئيس السيسي سيتضمن عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة العالمية للحكومات من كبار مسؤول المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت إذا أرفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم بمدينة القدس ومقدساتها جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر رفيع المستوى لدعم وحماية القدس بجامعة الدول العربية بمشاركة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد الرئيس السيسي أن مدينة القدس هي عصب القضية الفلسطينية وقلبها النبض كما أكد الرئيس السيسي على الوصايا الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالصا للمسلمين يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم اليوم في جامعة الدول العربية بيت العرب لنؤكد معا دعمنا لسمود القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض للدولة الفلسطينية مدينة السلام مدينة السلام ومهد الأديان التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيابة المدينة التي امتزك فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع ضرب السيد المسيح عليه السلام لقد كانت القدس عبر التاريخ عنوانا للسمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم وإنه لمن المؤسف أن هذا السمود أصبح وكأنه قدر تلك البدينة فهي كما كانت في الماضي ما زالت تعاني في الحاضر ولقد اختص القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المحورية وكما لم يختص مدينة من قبل الوضع القانوني لمدينة القدس بدءا من تأكيد مجلس الأمن أنه لا يجوز الاستلاء على الأراضي بالقوة وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جريف الرابعة وانتهاءا بتأكيد مجلس الأمن الدولي عدم اعترافه بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض في هذا السياق تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت إذا رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصة للمسلمين وتعيد مصر التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي السادة الحضور الكرام لقد بادرت مصر منذ أكثر من أربعة عقود بماد يد السلام لإسرائيل سلام قائم على العدل وعلى أساس العمل على التوصل لتسوية شاملة وعادلة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وأكد هنا أن عصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستظن له هي القدس الشرقية ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في مطار القاهرة بعد المشاركة في مؤتمر القدس سمود وتنمية المنعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 كما شهد الرئيس جلسة حوارية حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ ضمن فعليات المؤتمر مؤكداً أن منتدى غاز شرق المتوسط والجهد الذي تبزله مصر مع شركات البحث والتنقيب سيكون العنصر الحاسم في تخفيف آثار أزمة الطاقة لأوروبا خلال المرحلة القادمة وآضف الرئيس أن اكتشافات الغاز سواء في مصر أو لبنان أو أي دولة أخرى سيقلل من حجم الطلب الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية موشيراً إلى أن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة أسعار الطاقة يحل فريق فيوتشار ضيفاً على إسكو ديكارة توجولية في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفراقية في السادسة مساء كما يصديف نادي بيرامدز الجيش الملكي المغربية في التاسعة مساء على أرضية استاد الدفاع الجوي ضمن ذات المجموعة وفي الدور المصري الممتاز يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظره المصر البورسعيدي في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب ضمن نفسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة